بسم الله الرحمن الرحيم استقبل حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حافظ الله ورعا بقصر السيف الصباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس مجلس النواف جمهورية العراق الشقيق محمد ريكان الحلبوسي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارة الرسمية للبلاد حضر المقابلة وزير شؤون الدوان الأميرية الشيخ علي جراح الصباح ورئيس الدوان الأميرية الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الدوان الأميرية الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح ووكيل الدوان الأميري ومدير مكتب حضرته صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبد الله صباح الناصر الصباح